يعني بالتأكيد لا زالت الإجراءات والتحضيرات الحكومية ليست بالمستوى المطلوب هذا نقوله بكل صراحة ونحن منذ سنة بالضبط قد طالبنا وزارة الهجرة والمهجرين وطالبنا اللجنة العليا لإغاثة ويواء النازحين بإعداد خطة متكاملة لمليون نازح هذا المتوقع عند الأمم المتحدة وعندنا أيضا أنه مليون نازح سيكون من محافظة نينوة بالتالي التحضيرات حقيقة لحد الآن هناك تحضيرات كبيرة ولكن بالنسبة لمستوى النزوح الذي سيكون والمتوقع ليست بالمستوى المطلوب نطالب وزارة الهجرة أن تتخذ كل الإجراءات وكل التحضيرات اللازمة ليواء هذه العوائل التي ستنزح بالقريب العاجل يعني حقيقة الأعداد قليلة جدا عدد العوائل التي نزحت قليلة التعامل معها بالتأكيد كان تعامل إنساني أحنا الجانب الإنساني لا ينفك عن الجانب الأمني والجانب الأمني أصلا هو من أجل الجانب الإنساني والمعارك وتحرير نينوه من أجل الحفاظ على روح المدنيين بالتالي أي انتهاك لحقوق المدنيين أي انتهاك لحقوق الإنسان أمر مرفوض جملة وتفصيلا بالحقيقة لا هناك تحضيرات اليوم هناك يعني مخيم كبير في دهوك هناك مخيم في ديبقة هناك مخيم في القيارة هنا بالتأكيد يعني احنا اليوم طالبنا وزير الهجرة أنه يوسع هذا المخيم وبناء عشرة آلاف خيمة أخرى هناك بعض المشاكل مع الإقليم بالحقيقة نسعى في حلها وننتظر حلها بالقريب العاجل أهل الموصل يعني أهلنا الأعزاء نوصيكم بمساعدة القوات الأمنية بالتبليغ عن المجرمين متى ما استطعتم والحفاظ على أنفسكم هو الأولوية الأولى عندنا